المعلم مين قاعد؟ سنة الدراسية تنتهي 36 وراها تبدي الامتحانات البكالورية الابتدائي والمتوسط وراها الاعدادي تخلص يبدي وراها الدور الثاني والأطلة شهرين على أساس شهرين وعند المعلم أو المدرس عنده سبعة أيام إجازة في السنة إذا ما أخذت روح عليه تمام؟ بينما الموظف عنده إجازة بالسنة 36 يوم بالعافي عليه وبدون حسد يعني بالشهر ثلاثة أيام يحصل على إجازة ثلاثة أيام بالشهر إذا ما أخذها خلال السنة 36 يوم بالسنة اللي بعدها إذا نجدتها 36 يوم صارت عنده جيد 72 يوم بإمكانه أن يأخذ إجازة 72 يوم المهم يعني يتمتع بالإجازة وما تروح من عنده نهائيا شو كنت ما يريد أخذها الإجازة بعد السنة بعد السنة ثلاثة ثلاثة سنوات تتجمع له الأيام أيام الإجاز تتجمع له حتى لو ما لخمسة سنين يأخذ عارة 36 يوم 36 يوم واجمعها يعني هاي الفقرة الحلوة عند الموظف لكن المعلمة والمدرس سبع تيام بالسنة وإذا ما أخذها تروح عليه والعطلة اللي قاعد بها الشهرين مثل ما يقال وأسمع بأنهم مرتاحين وقاعدين بالعطلة لا ما مرتاحين نهائيا في اللي يتمنى من أخوان الموظفين والمعلمين لحد يخلي عينه على الأخ وبالعافي على الطرفين والطرفين تعبانين الموظف تعبان والمعلم والمدرس أيضا تعبان وكل من يأخذ حقه حبيت أن أوضح هذه صورة حول الإجازات للموظفين يعني الإجازة اللي سفاد من عطلة الموظف أفضل من الإجازة أو العطلة اللي سفاد بها المعلم أو المدرس أنا في رأي لن تتجمع له الإجاز إذا في حال ما أخذها خلال السنة تتجمع له عن سنة اللغ علي بعده يقدر يأخذها كل السوية تتجمع له خنقول أربعة شهر يأخذ أربعة شهر إجازة من حقه مضمومة إليه بينما المعلم أو المدرس لا ما من حقه تروح عليه الإجازة إذا راحت عليه خلال سنة سبع تيام حبيت أوضح هذه النقطة قبل تحياتي الإعلامي علي بارك الدلوي